أدانت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع المجتمع المدني فائقة السيد لاعتداء الجبان الذي تعرضت له عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام عضو السلطة المحلية بمحافظة لحج الدكتورة أمل القمري كما أكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في محافظة لحج أن هذا الاعتداء الآثمة لن يمر بدون عقاب الأمين العام المساعد للمؤتمر لقطاع المجتمع المدني عبرت عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداء الجبان الذي تعرضت له الدكتورة أمل القمري عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر في محافظة لحج فائق السيد وصفت العمل الإجرامي بأنه لا يمت بصلة إلى أعرفنا وإخلاقنا اليمنية التي تأبى مخاصمة المرأة فكيف بمحاولة قتلها القيادية المؤتمرية فائق السيد أجرت اتصالا هاتفيا مع أسرة الدكتورة القمري للإطمئنان على سلامتها والذين أفادوا بأنها ستخضع لعملية جراحية لاستخراج الطلقات النارية التي استقرت في البطن والصدر السيد نقلت عن أسرة القمري شكرهم وامتنانهم الشديد للاتصال الذي تلقوه من رئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله صالح الذي وجه قيادات الأمانة العامة بمتابعة الحالة الصحية للدكتورة القمري وسرعة نقلها إلى الخارج إذا ما استدعت حالتها الصحية ذلك السيد اعتبرت استهداف القمري ضمن الاستهداف المنهج للقيادات المؤتمرية بهدف إسكاة أصوتهم وثنائهم عن مواقفهم الوطنية السيد أشارت إلى أنه كلما تعرض أعضاء المؤتمر لمثل هذه المؤامرات كلما اشتد تمسكهم بمواقفهم الوطنية الثابتة منتقدة ضعف الأداء الأمني في كافة المحافظات المؤتمر وأحزاب التحالف في محافظة لحج أدان محاولة اغتيال القيادية آمل القمري من عناصر إجرامية مؤكدين أن هذا الاعتداء الآثم أدى إلى إصابتها بجروح بليغة لن يمر من دون عقاب مؤتمر وتحالف لحج يشددون على ضرورة أن تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤوليتها في الكشف عن الجنات والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل